السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل اللغة العربية وحلقة اليوم بعنوان مراجعة على بعض فصول القصة المقررة فهيا بنا أعزائي الطلاب طموح جارية ولكن عزيز الطالب قبل أن نبدأ في هذه المراجعة فلابد أن تنتبه إلى قصتنا كانت بها العديد من الأحداث ففي الفصل الأول كان هناك دعاء من كل من المؤذن وشجرة الضر وفي الفصل الثاني كانت مفاجأة بالنسبة لشجرة الضر وزوجها نجم الدين وفي الفصل الثالث كانت هناك بسمة أمل فما هي؟ وفي الفصل البعد ذلك كانت هناك عقبة في طريق هذا الأمل الأمل كما نعلم هو وصول نجم الدين لحكم مصر لماذا عزيز الطالب؟ لأن نجم الدين هو الأحق بحكم مصر نظرا لأنه هو الابن الأكبر للملك الكامل وهو أحق بالولاية لمصر شجرة الضر امرأة حكيمة ماذا كانت تفعل؟ كانت دائما تقدم العون لزوجها كانت دائما تقف بجواره وقت الشدائد قدمت له العون والمزيد والمزيد من المساعدات في خلال هذه الفصول فهيا بنا أعزاء الطلاب ولا تذهبوا بعيدا فإن هذه المراجعة في غاية الأهمية فهيا بنا ما وقع خبر تولية سيف الدين ملك مصر على نجم الدين ولماذا؟ السؤال مكون من جزئيتين عزيز الطالب ما وقع خبر تولية سيف الدين ملك مصر على نجم الدين ولماذا؟ وقع الخبر على نجم الدين وقع الصاعقة لماذا؟ خوفا من حالة الفرقة التي ستحل بالدولة بسبب الأمراء الأيوبيين في مصر الذين سينتهزون فرصة ضعف الملك الجديد ويسرعون لتحقيق أطماعهم وتمزيق الدولة بينهم مما سيؤدي لإضعافها ونجم الدين كما نعلم يريدها قوية لماذا؟ لمواجهة خطر التطار والفرنج السؤال الآخر كيف استعد نجم الدين لهذا الأمر؟ استعرض نجم الدين جيشه لماذا؟ ليطمئن على قدرته على مواجهة الصعاب ولم ينس عدوه اللدود بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل ولا غيره من الطامعين ثم استدعى شجرة الضر ليتشاور معا في الأمر واتخذ قرارا بالانسحاب من الرحبة ليتفرغ لمواجهة الطامعين وأيادته شجرة الضر في ذلك سؤال الزوجة الصادقة هي التي تقف بجوار زوجها وقت الشدائد دلل على ذلك من خلال موقف شجرة الضر مع زوجها نجم الدين كما نعلم عزيز الطالب شجرة الضر دائما تقدم العون والمساعدة فهيا نعرف ما إجابة هذا السؤال الزوجة الصادقة هي التي تقف بجوار زوجها وقت الشدة فعندما اشتد الأمر بنجم الدين أيوب وجد بجانبه شجرة الضر ثابتة لا تفارقها ابتسامتها الواثقة تقول له بصوتها الحنون لا بأس على مولايا مما يرى هذا خطب يسير بجانب عزم مولايا وحيلته الواسعة وأخذت تهون عليه ما هو فيه سؤال ما سبب انسحاب نجم الدين أيوب من حصار الرحبة وما موقف شجرة الضر من ذلك وبما عللت هذا الموقف سبب انسحاب نجم الدين أيوب من حصار الرحبة أولا ليتفرغ لحل مشكلاته ثانيا قصرة الأعداء الطامعين في القضاء عليه رأى أنه لا فائدة من هذا الحصار كما أنه رأى أيضا أنه لو استمر في هذا الحصار يكون قد مكن الأعداء من رقبته موقف شجرة الضر المرأة الحكيمة ماذا قالت له وفقت وقالت له خيرا تصنع يا مولاي ذلك أفضل من أن نحصر في هذا المكان فما ننضيه في الحصار دون جدوى ننفقه في عمل مجد وعللت هذا الموقف بأنها قالت له أن الانسحاب أفضل من تضييع الوقت دون جدوى أو فائدة ما سبب اختلاف الخوارزمية مع نجم الدين وكما نعلم أن الخوارزمية هم قوم شجرة الضر ما سبب اختلافهم مع نجم الدين سبب اختلاف الخوارزمية هو مطامعهم الواسعة لماذا لجأ نجم الدين إلى سنجار وما الذي خلفه للخوارزمية لجأ نجم الدين أيوب إلى سنجار ليحتمي فيها من الخوارزمية الذين انقلبوا عليه وأرادوا القبض عليه وترك لهم الأموال والأسقال وخرج ومعه شجرة الضر ماذا طلبت شجرة الضر من نجم الدين أيوب وما موقفه من هذا الطلب طلبت شجرة الضر من نجم الدين أيوب أن يترك لها تدبير هذا الأمر لعلها تنجح فيه أن يستدعي لها القاضي بدر الدين الزرزاري وما قفه من هذا الطلب وافق وقال لها لك ما تريدين يا شجرة الضر فماذا أنت صانعه مع تلك الزئاب العاوية وأمر أيضا باستدعاء القاضي بدر الدين الزرزاري فأقبل مسرعا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي سعد نجم الدين بتولية سيف الدين ابن سوداء ملك مصر والشام بإسم العدل هل نجم الدين فرح عزيز الطالب؟ نعم الإجابة كما أسمعه منك إجابة خاطئة ولكن حزن نجم الدين بسبب تولية سيف الدين وكما نعلم لماذا؟ لأن الدولة ستضعف معه وهو يريدها قوية حاصر بدر الدين لؤلؤ قلعة سنجار وهدد بألا ينصرف حتى يقبض على نجم الدين وشجرة الضر؟ نعم إجابة صحيحة عندما ضاق صدر نجم الدين ولم يجد حلا لمشاكله لجأ إلى ابنه طوران شاه طبعا إجابة خطأ ولكن لجأ إلى من عزيز الطالب إلى شجرة الضر زوجته المرأة الحكيمة التي كانت دوما بجانبه وقت الشدائد حاصرت جيوش غياث الدين الرومي مدينة آمد التي بها طوران شاه ابن نجم الدين إجابة صحيحة لماذا تم اختيار القاضي بدر الدين الزرزاري ليكون رسولا للخوارزمية وما موقفه من هذا الطلب تم اختيار القاضي بدر الدين الزرزاري ليكون رسولا للخوارزمية لأن التنفيذ يحتاج إلى حرص وضقة وجرأة ومهارة وحسن تصرف ولم يجد نجم الدين من يحسن القيام بهذا الأمر سواه موقف القاضي من هذا الأمر موقفه من هذا الطلب أنه وافق وقال أمرك مطاع يا مولاي نحن أنصارك وأحباءك ورهن إشارتك اتصفت شجرة الضر بالذكاء والمهارة في رسم الخطط للخروج من المحن وضح ذلك اتصفت شجرة الضر بالذكاء والمهارة في رسم الخطط للخروج من المحن حيث اتضح ذلك في ذلك الموقف ما هو الموقف عزيزي الطالب؟ عندما حاصرهم بدر الدين لؤلؤ في سنجار عندما انسحبوا من حصار الرحبة حاصرهم من هاجمهم الخوارزمية لجأوا إلى سنجار هنا حاصرهم من في سنجار عزيزي الطالب حاصرهم بدر الدين لؤلؤ وأقسم وهدد وتواعد ألا ينصرف إلا إذا قبض على نجم الدين أيوب وشجرة الضر هنا وقفت ثابتة ولم تخف وطلبت من نجم الدين أيوب أن يترك لها الأمور لتضع خطة للاستعانة بقومها من الخوارزمية وترسل إليهم من يستعطفهم ثم وضعت خطة لإيصال الرسالة إليهم عن طريق القاضي بدر الدين الزرزاري استصارت شجرة الضر عاطفة قومها نحوها وضح ذلك استصارت شجرة الضر عاطفة قومها نحوها حيث أرسلت إليهم برسالة تقول لهم فيها أنتم أهلي وعشيرتي ولم يبق لي في الحياة غيركم فإلى من ألجأ إذا تخليتم عني أ إلى التطار أعدائنا أم إلى الفرنجل الذين يريدون القضاء علينا أسرعوا إلى ابنتكم وأدوا حق إبوتكم وأخوتكم لكم ولكم عند نجم الدين أيوب ما تشاءون هنا استجاب قومها لها فاستجابوا لها وخلصوا نجم الدين من حصار من عزيز الطالب انتبه معي لا تذهب بعيدا خلصوا نجم الدين من حصار بدر الدين لؤلؤ ما موقف الخابة وارزمية من طلب شجرة الضر استجابوا لطلبها وقفز الفرسان على صهوات جيادهم وانطلقوا مسرعين إلى سنجار والتفوا حول جيوش بدر الدين وأخذوها من كل جانب ونشبت معرقة دامية نالت من جيوش بدر الدين لؤلؤ كل منال متى بدأ نجم الدين في ترتيب أموره للوصول إلى عرش مصر؟ عندما انتقل إلى حصن قيفة على حدود التركستان بعدما تحقق له الانتصار على بدر الدين لؤلؤ وعلى غياس الدين الرومي وتم إنقاذ ابنه طوران شاه من الحصار ما الموقف العجيب الذي يقصده نجم الدين؟ نجم الدين يقصد موقف عجيب فما هو؟ الموقف هو موقف داود الذي انقلب فجأة من عدو اللدود إلى صديق حميم بالإضافة إلى الأجباح التي ظهرت ثم اختفت والدعاء أنها جنود الفرنج المهاجمين أثبتت الأحداث صدق ما توقعه نجم الدين واضح ذلك حقا لقد حدث ما توقعه نجم الدين فقد جاء الظهير عماد الدين ومعهما بغلتان وطلب الظهير من نجم الدين وشجرة الدر في سخرية ركوب البغلتين وادعى أن داود مريض وعلى نجم الدين وشجرة الدر الذهاب لزيارته فانخدعى وركب معهما ووقع في الأسر ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة عزيز الطالب تلاحظ أننا نكسر من أسئلة صح وخطأ لماذا؟ القصة تغيرت في الأعوام السابقة كانت تأتي لك قطعة وبعد ذلك معنى كلمة مضاد كلمة مفرد كلمة الآن مع النظام الجديد عزيز الطالب لا توجد قطعة ولا يوجد معانن فإن هو الموجود السؤال والجواب فننوع لك فبالتالي ستجد العديد من أسئلة صح وخطأ لأنه لا مفر إما أسئلة صح وخطأ أو سؤال وإجابة لأنه لا توجد قطعة فانتبه عزيز الطالب أسئلة صح وخطأ من أضق الأسئلة من الممكن حرف واحد يغير معنى السؤال فاقرأ هذا السؤال جيدا ولا تطراخى عندما تجيب على سؤال صح وخطأ في قصة طموح جارية انتبه عزيز الطالب كان داود قد ترك مصر يائسا من الملك العادل الإجابة صح لأن الملك العادل لم يفي بوعده مع داود داود كان يتمنى أن يأخذ ماجدة أن يأخذ دمشق والملك العادل كان يماطل معه ولم يأطيه دمشق الأشباح التي كانت في الصحراء كانت جنود داود الإجابة صح نجح داود في أسر نجم الدين بينما فرط شجرة الضر هاربة الإجابة خطأ لأن شجرة الضر لا تفارق زوجها أينما ذهب ذهبت معه كان أبو بكر القماش من أشد معاوني العادل الإجابة طبعا خطأ لأن أبو بكر القماش كان من أشد معادي العادل كان أشد عدو الله لأن أبو بكر القماش كما نعرف من جماعة الإصلاح والوحدة فإلتهم ماذا؟ مصلحة البلاد في الدرجة الأولى العادل يأخذ مصر إلى هوة الفقر والفساد وكان أبو بكر القماش لا يحب العادل لأنه لا يحب الظالم وكان العادل من وجهة نظر أو بقر القماش ملك عادل لا يفيق إلا حينما يغترف من خزائن الدولة الأموال لكي يصرفها فيما لا يفيد ولا ينفع وإنما لملزاته الخاصة هنأ الملك العادل داود على ضربته الموفقة وطلب منه إرسال نجم الدين مقيدا في قفص من حديد الإجابة صحيح اختلفت وجهة نظر الدين عن وجهة نظر شجرة الدر فيما سيفعله به ما داود وضح ذلك نجم الدين يرى ماذا وشجرة الدر ترى ماذا كل منهم له وجهة نظر هيا بنا نعرفها عزيز الطالب أولا نجم الدين حقا كان هناك اختلاف في وجهتين نظر فقد كان نجم الدين يرى أن داود ينوي قتلهما ويقبض الثمن من من الذي يعرضه عليه العادل أما شجرة الدر فقد كانت ترى أن داود لا يريد قتلهما وإنما يزيد من أيام حبسهما ليسهل شروطه عليهما بكل سهولة لأنه لو كان يريد قتلهما ما كان قد أبقاهما كل هذه الفترة الطويلة في السجن ما الصفقة التي عرضها داود على نجم الدين وما موقف نجم الدين منها تذكر عزيز الطالب نجم الدين وشجرة الدر رجل وزوجته في السجن شجرة الدر قالت له إذا عرض عليك داود أي شيء فلا تتردد فيه عندما جاء الرسول إلى نجم الدين وقال له مولاي الأمير داود يطلبك تذكر كلام شجرة الدر قالت له اقبل كل الشروط التي يمليها عليك حتى نخرج من هذا المأزق فنجم الدين حينما سيفرض داود شروطه ما المتوقع هل سيرفض أم سيقبل أم سيفعل ماذا هيا نعرف ماذا سيفعل السؤال مرة أخرى عزيز الطالب ما الصفقة التي عرضها داود على نجم الدين وما موقف نجم الدين منها طلب داود نظير إطلاق صراح نجم الدين وزوجته الحصول على عد ما عزيز الطالب دمشق وحلب والجزيرة والموصل وديار بكر هذا فقط لا لم ننتهي ونصف ديار مصر ونصف ما فيه خزائن من المال ونصف ما لديه من الخيل والثياب وغيرها كما ترى عزيز الطالب شروط مبالغ فيها للغاية ولكن ما رد نجم الدين موقف نجم الدين منها أنه استقصر هذا السمن الباهز ولكنه وافق على الصفقة مرغما لماذا تذكر كلام شجرة الضر ووقع عقدا بما اتفق عليه مع داود يبقى نجم الدين عزيز الطالب وافق على الرغم من استقصاره لهذا السمن ولكنه في النهاية وافق ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي اتفق الصالح إسماعيل ونجم الدين على القضاء على سوداء بنت الفقيه الإجابة خطأ اتفقت من؟ اتفقت سوداء مع الصالح إسماعيل حينما كان نجم الدين في طريقه إلى مصر ما أصاب شجرة الضر ونجم الدين كان بتدبير من ورد المنى ونور الصباح الإجابة صحيحة من هم ورد المنى ونور الصباح عزيز الطالب؟ هما جاريتان عند شجرة الضر ولكن تعملان هاتان الجاريتان لمن؟ لصالح سوداء بنت الفقيه كانت شجرة الضر تسلي زوجها وتخفف عنه أيام حبسه في السجن؟ الإجابة صحيحة رفض نجم الدين صفق الداود وفضل البقاء مسجونا الإجابة خطأ ولكنه قبل وفضل إمازة الإفراج عنه لماذا اشتد الفزع بورد المنى ونور الصباح عندما علمت بأمر الصفقة وماذا فعلت ورد المنى ونور الصباح جاريتان لدى شجرة الضر ماذا فعلوا عندما علموا بالصفقة التي تمت بين نجم الدين وداود؟ اشتد الفزع بورد المنى ونور الصباح عندما علمت بأمر الصفقة لأنهما عرفت أن شجرة الضر تأكدت أن ما أصابها هي و زوجها كان بتدبيرهما فإذا وقعت في يدها فلا جزاء لهما سوى الزبح والذي فعلتاه أنهما لم تأود إلى نجم الدين مع مماليكه الذين عادوا إليه بعد الاتفاق وأصرعت بالكتابة إلى سوداء بنت الفقير تعلمانها بما حدث وتحذرانها من التهاون في العمل وتخبرانها أيضا بأن نجم الدين و داود و شجرة الضر في طريقهم إليها إلى فين عزيز الطالب هل تتذكر نجم الدين مع شجرة الضر مع داود بعد الاتفاق إلى أين سيذهبون إلى الأمل المنشود لنجم الدين و شجرة الضر ألا وهو مصر سؤال جميل عزيز الطالب ما أهم مظاهر فساد السلطان العادل؟ السلطان هذا كان فاسد ما أهم مظاهر فساده؟ من أهم مظاهر فساد السلطان العادل عبثه ولهوه واختفائه عن الناس يبقى عبثه ولهوه واختفائه عن الناس وتركه الزمام للحاشية التي تتجرأ باسمه على الاسم وتفرد ما تشاء من الضرائب وترتكب ما تهوى من أبشع الجرائم وتلك الألوف من الدنانير من أموال الدولة التي تنفق على العابثين و المضحقين و أصحاب الله على ما اتفقت جماعة الإصلاح و الوحدة و الأمراء الصاختين على العادل؟ على أي شيء اتفقوا هؤلاء جميعا؟ اتفقوا على ماذا عزيز الطالب؟ اتفقوا على خلع العادل و القبض عليه و إرسال بعض الأمراء و القبراء إلى نجم الدين يحسونه على الإصراع بدخول مصر و يطمئنونه بما يرونه من الشعب كيف تمأنط شجرة الضر نجم الدين و هدأت من روعه؟ تمأنط شجرة الضر نجم الدين و هدأت من روعه بقولها لا أظن شعب مصر يسكت على العادل و عبسه فهذا الشعب يصبر أحيانا و لكنه لا يسكت على حقه و يهدأ كثيرا و لكنه لا يخضع لغاصب أو معتد سؤال كيف استقبل الشعب المصري نجم الدين؟ نجم الدين في طريقه إلى مصر كيف استقبله شعب مصر؟ قابلته فود مصر مهنئة و لم ينزل منزلا إلا قدمت عليه طائفة من الأمراء و من الشعب مستبشرين فرحين حتى نزلوا بالبيس وهذه المدينة عزيز الطالب في محافظة الشرقية حاليا كيف وجد نجم الدين العادل و ماذا قال له؟ كيف وجده؟ وجده في قصره؟ أم أين عزيز الطالب؟ نظر نجم الدين من باب الخيمة فرأى العادل في وسطها مكبلا بالأغلال زليلا فاقد الحول والطول فلوى عنه وجهه وهو يقول معتبرا هذا جزاء الظالمين العابثين بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم ثم تذكر وقال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فيما فكر نجم الدين بعد أن تولى حكم مصر نجم الدين عزيز الطالب وصل إلى ما يريده حكم مصر في أي شيء فكر فكر نجم الدين فيما يقدمه لمصر التي هوى بها العادل إلى هوة الفكر ووهدة الحاجة والفساد وفكر أيضا فيما يصنع بداود وأطماعه وبعمه الصالح إسماعيل وألعيبه كما أمر بإطلاق صراح فخر الدين بن شيخ الشيوخ حدد نجم الدين أهم الوسائل لعودة الهدوء إلى البلاد فما هي؟ أولا إلقاء الفرنج في البحر أو نصر أشلائهم على الرمال قطع أيدي الخيانة الملوسة إبعاد الطامعين في السلطة والمال تكوين حاشية من أصحاب القلوب الصافية الموصوق بهم ماذا اقترحت شجرة الضر على نجم الدين وكيف قابل نجم الدين اقتراحها؟ اقترحت شجرة الضر على نجم الدين أن يشتري مماليك أزكياء أقوياء ويكون منهم جيشا قويا بعد أن يربيهم على الفضاء الوطاعة والإخلاص ليكون ولاؤهم له ويسكنهم في قلعة بمنيا للروضة في موقع بهيج وحصين تحرصه السفن ويحتضنه النيل وقد قابل نجم الدين اقتراحها بالموافقة عليه وقال لها رأي صائب يا شجرة الضر وسأبدأ من الغد بتنفيذه ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي من سمات الشعب المصري أنه صبور لكنه لا يسكت عن حقه؟ إجابة صحيحة حياة المصلحين كلها راحة وهدوء واستقرار الإجابة طبعا خطأ المصلحون لا يركنون إلى الراحة فحياتهم كلها مشقة وتعب من أجل مصلحة دولتهم عفى السلطان نجم الدين عن الملك العادل الإجابة خطأ استطاع نجم الدين استعادة أموال الدولة التي نهبها لصوص العادل الإجابة صحيحة لماذا لا يركن المصلحون إلى الراحة؟ كما قلنا عزيزي الطالب لماذا؟ لا يركن المصلحون إلى الراحة لأن أيامهم كلها نصبوا حياتهم كلها جهاد وليلهم تفكير ونهارهم تدبير ومعاركهم متلاحقة لأنهم يكيفحون الشر والشر لا ينقطع ولا يهدأ ماذا يقصد أبو بقر القماش بكل من سيوف الحديد وسيوف الأحضاق؟ ماذا يقصد القماش الذي ضمن جمعية الإصلاح والوحدة الذي يزف الأخبار دائما إلى نجم الدين؟ أبو بقر القماش هذا له مواقف عديدة التاجر الذي أقبل نجم الدين في الفصل الرابع بماذا؟ بما دار في مصر؟ ماذا يقصد بسيوف الحديد وسيوف الأحضاق؟ يقصد أبو بقر القماش بسيوف الحديد هم الأمراء الذين يجتمع بهم داود ويدبر معهم الإثم للإنقضاد على السلطان نجم الدين؟ ويقصد أبو بقر القماش بسيوف الأحضاق هي سوداء بنت الفقية والجاريتين ورد المنى ونور الصباح واللا إفررنا إلى داود ليشتركنا معه في تدبير المؤامرات ضد السلطان نجم الدين ما رأي كل من شجرة الضر ونجم الدين تجاه داود بعدما خرج معهم داود ودخلوا مصر ماذا سيفعل نجم الدين؟ هل سيتم ما اتفق عليه مع داود؟ أم هناك رأي آخر؟ رأي نجم الدين تجاه داود كان يريد القبض عليه هو وأتباعه من الأمراء هذا رأي من؟ نجم الدين أما شجرة الضر رأي شجرة الضر تجاه داود رأت ألا يقبض عليه بل يرسل إليه من يوهمه بأن نجم الدين سيقبض عليه فإذا أحس بذلك انخلع فؤاده ورحل في طي الظلام مسرعا إلى القرق ويكفيهم الله شره وحينئذ يفرغ نجم الدين للأمراء ويأخذهم واحدا واحدا وذلك لأنهم ما زالوا في أول الطريق عزيز الطالب إلى هنا نكون قد انتهينا من مراجعة القصة عزيز الطالب تذكر هذه المراجعة جيدا فبإذن الله لن يخرج الامتحان منها عزيز الطالب أدعو الله لك النجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته